السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا شرح اداة مفضل اخر اصدار حتى الان وهنبدأ نشوف المميزات اللي اضافت داخل اداة وطبعا زي ما هم متعودين لازم ندخل على الانتفرس وتقفل انتفرس بتاعك علشان هو ده المسؤول عن اقاف البرامج اللي انت بستخدمها في مجال هنقفل بالشكل ده كده اول اختيار ونتأكد روما مقفول وبعد كده نبدأ نفتح الاداة بالشكل ده كده ونشغلها كمسؤول تمام? اول لما تفتح معاك الوجهة دي زي ما اتشفى كده ده الاصدار الجديد الاصدار مية اتنين وخمسين ده الاصدار الجديد حتى الان تمام طبعا زي ما اتشفى القائمة خاصة بالميديا تيك طبعا زي ما اتشفى كده اختيارين خاصين بوضعيات دخول الجهاز في وضع لاجهزة النوكيا وعمل فورمات في وضعيات يعني ما قد يعمل فورمات لاجهزة النوكيا اللي هي ما بتخش تدخلها لزير خفض الصوت. اه تمام? بيخش معك في الصبوت وبعد كده بتوصل كابل يوسي بتضغط على الاختيار ده بيبدأ يدخل الجهاز النوكيا اللي معك لو هو مش آآ سيلور بيدخل آآ مباشرة على وتبدأ بعد كده بتعمله ضبط مصنع من الريكافري. تمام? يعني الادة دي الاختيارين دول بيدخل الجهاز النوكيا في ودع الريكافري. دي حاجة كويسة جدا. تمام. طبعا دي قوائم خاصة بمعالجات الميديا ديك. اي امر بيبقى مكتوب ادي بي في الاول يعني قائمة دي بتعمل ادي بي. يعني تكون مفعل خيارات المطور وبعد كده تدخل الجهاز في ودع الريكافري تدخل زي ما هو يطلب منك الاوامر. تمام? اول ادي بي يعني تكون مفعل خيارات المطور. آآ مسلا مكتوب آآ فاست بوت وبتدخل الجهاز في ودع الفاست بوت. طبعا هنا دي قائمة خاصة ببرضو زي ما تشوفين كده خاصة بتفليش التاب المدارس بس طبعا واقفت في ناس بتقول مش شغالة. وده طبعا لمعالجات اللي انت ممكن تفلش من خلال القايمة ديت. او برضو القوام التانية دي اللي ممكن تعمل مسلا آآ وتعمل برضو عمليات كتير عليها. تمام? فورمات كمان. هنا برضو تطير تعمل زي آآ سحب ملفات آآ خاصة بالشبكة اللي هو تمام? خاص بملفات الشبكة لمعالجات كوالكم. تمام? يعني هنشوف المميزات للضافة. طبعا في مميزات تشالت كتير آآ من الاداة. آآ مميزات كتير تشالت زي آآ فورمات تاب المدارس اللي هي تي خمس ومية وتسعة تشال. وكمان حتى برضو آآ الفورمات برضو تاب المدارس تي خمس ومية وخمسة ان تشال. تمام? عشان نستبع عارفة. فالحال اللي انت ممكن تفرمط على الاصدار اللي هو مية واثناشر من غير ملف وشرحته عندكم في القناة. تمام. زي ما انتش شايفين كده دي قايمة برضو خاصة بوضع الميتة مود دي مهمة جدا لو معك جهاز آآ زي او ريلمي مسلا من الاجهزة دي ما بيخش معك آآ فورمات تمام? او مش بيقبل معك. ممكن تدخله في وضع الميتة مود يقبل معك ويفرمط في وضعات الميتة مود. دي وضعها مهمة جدا لمعالجات الميديا تيك آآ لو الجهاز ما بيفرمطش معك في الوضع اللي هو بيبقى الجهاز آآ فوضع البروم او كده ممكن تجرب وضع الميتة مود ده وضع كويس جدا ومش هتلاقي في اي اداة. تمام. طبعا زي ما انتش شايفين كده بيعمل اصلاح للباز باند برضو لبعض المعالجات الميديا تيك يعني ممكن تزبط بعض معالجات الميديا تيك. بيعمل اصلاح للباز باند اللي هو النطاق الاساسي من خلال القايمة دي. تمام? طبعا معظم القوائم دي احنا شرحناه قبل كده في شرحات قبل كده فاحنا بنشرح الحاجات اللي هي ايه ممكن ظاهرة قدامنا اللي هي الضفة الجديدة نشرحها على السريع كده عشان برضو ايه شرح الاداة ده آآ كنت شرحها قبل كده يعني في اصدارات قبل كده. تمام يعني مش هنمطل نعيد الاصدارات دي فمنفعش يعني. تمام? طبعا هنا وضعها برضو اللي هو بيحول فلاشة آآ 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 فلشها معظم اجلسة النوكي بتفلش سيلفر يا اما بتفلش عن طريق آآ وكده بيعمل استخراج للفلاشة يعني. احنا مش محتاجين كده محتاج آآ سيلفر بازم معظم اجلسة النوكي. ده قائمة خاصة بفتح صغرة المتصف اللي احنا عارفينها وموجودة في معظم الادوات اللي احنا المشرحة في القناة. بس طبعا الحاجة اللي اتزعل هو فرماتها بالمدارس بقت مش موجودة. او موجودة في قسم التفليش بس مش شغالة. تمام? يعني لو هتلاقي فرمات آآ التفليش ملف هيقبل معك بس مش هيكمل باقي الخطوات يعني مش هيتفرمة التاب آآ هيصار خطأ في اسناء تفليش الملف. تمام? فهتحتاج بقى على الشيان تفلش ملف دات. الحد منزل ان شاء الله اصدار من الادوات. نبدأ نعمل عليه شرح عمل ان شاء الله برضى او شرح نظري ونعرف المميزات التارية التفليش ازاي. تمام? طبعا زي ما انا قلت اللي اتضاف المميز اللي هو الاختيارات دوله كان موجود في اداة برضو اللي هو فرمات فضع كان في اداة انا قد شرحها برضو عندكم في القناة. بس هي الفكرة اتضافت في الادات مبضلة هنا بس. تمام? آآ طبعا دي اللي انا بتكلم عليه قائمة التفليش اجد سامسونج اللي هي اتشال منها القوائم. تمام? آآ طبعا ده فتح صغرة المتصفح. تمام برضو. شرح نابل كده. يعني انا شاف الاداة تشال منها حاجات ككل الناس بتدور عليها مش مش حاجة يعني ايه تجبرك اللي انت تستخدم الاداة. ما خلص بقات الاداة الفكرة كده بقت مدفوعة. انت ممكن تفعل اداة مدفوعة بقى وخلاص وتريح دماغك. تمام? آآ زي الادوات اللي هي مفضلة لعملها مدفوعة دي. يعني الاداة دي كانت فترة تجربية انتو كنتوا بتجربوها. وبدأت بقت مدفوعة وشال منها القوائم المهمة اللي انتو جربتوها واشتغلت معكم. تمام يعني كانت تجارب نجحة وبعد كده تأكد التجارب نجحة بدأ آآ عمل ادامة مدفوعة ونزلها آآ مدفوعة. تمام? عشان كده اتشال منها القوائم ديت اللي انتو شايفينها في قوائم بقت باللون الابيض مش شغالة. زي زي ما انا قلت كده تاب اللي هو تي خمسمية وتسعة الناس بتسأل عليه. اتشال منها. تمام? طبعا عشان يتعرف معاك في وضع لازم يزهر معاك هنا التعريف اللي هو خاص في وضع الفاس تبوت. تمام? اندريد آآ اندريد تقريبا انفو او حاجة زي كده. تمام? بيزهر هنا. وبعد كده بتضغط على الاختيار ده. بيدخل الجهاز في وضع الفاس تبوت. ياما بتدخل جهاز فاس تبوت زر خفض الصوت ووصل كابل وضغط على فورمات آآ آآ او فاكتوري ست آآ فاس تبوت بيدخل الجهاز او ريكافري فاس تبوت يبدأ يدخل الجهاز في وضع ريكافري وتبدأ تعمل ضبط مصنع من خلال الريكافري. تمام? طبعا القائمة دي خاصة برضو بالميتامود بتعمل رد جي بي تي قراءة للبرتشينات الموجودة في الجهاز. يعني يتمسح مسلا ملفه معين من داخل الجهاز لما يقرأ معاك البرتشينات او الفلاشة كلها الموجودة على الجهاز في وضع الميتامود. يعني الادا دي اللي انا شايفها كويسة في وضع الميتامود. كويسة ماشي في بعض الاجهزة في عمل قراءة للانف والحاجات دي ما فيش مشكلة. بس كل الناس بتدور على تياب المدارس اللي هو تي خمسمية وتسعة. بتدور على تياب خمسمية وتسعة خمسمية وخمسة ان تفليش ملف اليوزر ده توقف. تمام? فأنا مش عارف يعني هتنفعكو ولا ايه? بس يعني ايه? في بعض القوام بس اللي ممكن تلاقيها في بعض الادوات او معظم ادوات. بس اللي هتبقى مش موجودة في بعض الادوات زي وضع الميتامود مش هتلاقيها في اي اداة. تمام? ممكن آآ ان شاء الله في ادوات تبقى نازلة برضو تكون فيها مميزات تانية اكتر. آآ زي فورمات تاب المدارس ان شاء الله هينزل في اداة عمادها فيدك. بس في خطأ عنده هيبدأ يعمل اصلاح ليه وتنزل ان شاء الله في الاداة بشكل كامل. تمام? طبعا زي ما انش في كده الاداة انا جايف اداة كويسة برضو الناس اشتغلت عليها وكانت بتشاكر في اداة مفضل. بس حتى الان آآ الاصدارات الجديدة مش هتناسب آآ اي شخص علشان الاصدار الجديد اتشاهل منه الوظائف المهمة اللي هي بيحتاجها كل فني آآ بسبب آآ اقبال الاداة دي اصلا قد اقبالها لتاب المدارس اكتر. طبعا لو جابك الشرح بتاعي ما تنساش تعمش يا اخي القناة واتفعل زر الجرس. واعمل تشيل لاصحابك عشان غيرك تستفاد وما تنساش تدعمه لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.